في موازات ذلك شهدت دور العرض السينمائي في كافة إمارات الدولة اليوم الخميس ولأول مرة عرض فيلم خورفكان حيث تفاعل المشاهدون مع تفاصيل القصة المروية والحبكة السينمائية كاميرا أخبار الدار رصدت ذاك الإقبال الجماهيري ووفتنا بالتقرير التالي إذا كان الصوت من البحر فعلا أخشى على خورفكان مما سيأتي لا بد أن هناك خطر مقبلا علينا فيلم خورفكان الذي يجسد بطولة أهل المدينة في مقاومة الغزو البرتغالي بدأ عرضه في كافة دور السينما في دولة الإمارات لتتحى لسكان الدولة المهتمين بهذا التاريخ متابعة تفاصيل تلك الحكاية هذه الرائعة من رواع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي ونحن اليوم نشوف الموروث اللي راحوا فيها شهدائنا في خورفكان ضد الطمع اللي دخل عليهم وإن شاء الله نستمتع بهذا الفيلم وشهدت قاعات السينما إقبالا من قبل الجمهور رغم عرض فيلم خورفكان في يومه الأول ليثبتوا حرصهم على مشاهدة تاريخ الأجداد في الدولة وكيف كانوا يقاومون العدوة أيا كان ما شاء الله الفيلم جدا ممتاز واللي حبيت فيه أن ماخذين لخبة من المواثرين المواطنين الإماراتيين يروي لك قصة خورفكان مع الاحتلال البرتغالي فشيء مشرف أن نشوف تاريخ خورفكان وتاريخ إمارة الشارجة يعرض في دور السينما وإن شاء الله من هنا للعالمية الحقيقة من الفيلم مبهر يحكي تاريخ خورفكان بالنسبة لي أنا كسعودي كنت مهتم جدا بمدينة خورفكان وما شاء الله من طريقة ضلاقة جدا جميلة ففيلم مبهر حكامنا الحقيقة للتاريخ وجميل عجبني والله هيا يا علي يجب أن نسرع قبل أن تشتغل حرار الشم ورغم عرض الفيلم باللغة العربية إلا أنه يعرض مع الترجمات ليكون متاحا لكافة الجنسيات ويستمتع بتفاصيل تاريخ وثقة بالصورة وبمؤثرات فنية عالية ودقيقة قلنا لهم إنا قاتلنا دون خوف لنحتضلكم هذه الأرض التي تعيشون عليها ترجمة نانسي قنقر